اوكي بمعنى طيب العزراء زعلان من شريكو عايزو يصالحو مستنى مصالحة عايز يتفق مع شريكو على حاجة عايزين يتفقو على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل اما ان هي مثلا اين يعني يتفقو على الارتباط ان هما خلاص يكملوا ارتباطهم او على طريق التعامل ما بينهم يعني من هنا ورايح يعملوا قاعدة كده من هنا ورايح انت مثلا تليز متعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقه دي بيزبطوا حاجة حاجة نحو المستقبل عايز يتفق مع شريكو على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل انا انا قاعدة في الظلام انا هو في الظلام اللي حابطي شايف شريكو ازاي العزراء شايفو شخص غني مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة غني بمشاعره غني بأخلاقه كده يعني وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده وكمان وامان ده تعتصد اكتر حاجة الامان شايفو الامان بالنسبه بس الطاقة ما بينكم متقلبة طلعوا ناس لا يوم حلو يوم لا برتم سريع ما هو ده طبيعي ان العلاقة تبقى فيها يعني تبقى فيها الشريك بصراحة انا شايف ان هو مش عافة كسلان ولا ايه الموضوع عنده هو مش عايز يعمل حاجة. انا هقعد كده مانتخ و يعني انت زبطي اي حاجة مش عايز يبزل مجهود. ما بيبزلش مجهود مانتخ. بس نفسه. نفسه في صفحة جديدة يعني ان انت تخطي نقفر له اللي فده كله. نقفل الصفحة و نفديها من الاول. بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده. يعني هي مجرد امنية. شايفك ازاي شايفك برضو سعادة شايفك احتفال. يحب يحتفل معاك. انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال وتشاهد طاقة اجابية جدا وحلوة جدا. بس تعالوا نقلبها لو العزراء هو الشريك. يعني فاهمين قصدي ايه? ان يعني شريك العزراء هي البنت. فهي شايفة بيخونها. وحاسة بخيانة. افتكر حاسة مش افتكر حاسة مش مش حقيقي يعني. هو مجرد احساس شكوك. فاهمين قصدي شكوك. اللي بيحصل هنا. دلوقتي فيه حيرة كده. بعدين بتقيموا الموقف. زي ما تقولوا انتم في عملية تقييم. بعدين بقى. اه? اتبعك. الحمد لله. الحمد لله على السلام. بتقيموا الموقف. مثلا اه او بترسموا خطة. بعدها فيه انهيار لشيء كبير. عيشتوا بيه فترة طويلة جدا من حياتكم. وحيبتدي ينهار. اوكي? والشيء ده شيء وحش. مش شيء كويس. انهيار لشيء وحش. حاجة كانت غلط في حياتكم. ان شاء الله هتنهار. وهتبتدي الصورة تتضح. آآ. الشهر اللي بعده شايفة انه فيه عطاء اكتر. هتدل بعض حاجات. هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية. بعد الانهيار ده. بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح. حيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي بزيء. طيب. الله يفاصل او ما انا عارفه بس رجع تاني يا جمع الحمد لله. العلمة بل ازرانك انا عاملك او روانسي. لا 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 انا انا كنت خايفة قوي ايامان لا حرام عليكي كنت خايف. فاصل او ما بس رجع الحمد لله خلاص. طيب. اوكي او رجع الحمد لله خلاص. تمام تمام. بصوا بقى يا جماعة في بقى مفاجأة هنا. نورة خالص انت يا عملا. معنا بقى يعني مش عارفة قوي ايه. هي حميتي. بس هي صاحبتي اخر حاجة. رحبوا معنا بتوتو يا جماعة. بتوتو هتلاقي اسمها تي يو يو و تي يو يو. اعسل شخصية في التاريخ بتفرج علي النهاردة منوراني يا توتو. حبيبة قلني. انا حلويت في عيونك انت بس يا امر بس يعني ايه. هكلمك بعد اللي هو قلك. تمام. هي المرج العزراء. طيب ده حنشوفه كمان شوية في كارت نسحب كارت. ولا بتقولك نورتي يا ست الكل. اهلا وسهلا كمال حمياتك رودي حاضر يا اهلا انتو هتتش علاقوا فيها ولا ايه. نرحب كلنا يا احلى حمى في مصر. انا احمد كان تاني بيقولك من ورا يا توتو. حبيبة انت. توتو من اكتر الناس بصراحة اللي شجعتني كمان عن موضوع ده وكانت مقامة بيا الصراحة. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى يلا من ناحية شديد كويس. امين يا رب يتول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنالى قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معنا في اللايب النهاردة بعدها على طول. هنبتدي في ايه بقى؟ في السؤال الواحد. تمام؟ يلا جميل. القراءة اللي كسبت معنا النهاردة. هقول اول اسم بس. سنية واحدة وردها طيب دي يا رشد بعد ما نخلص بس. خلينا نخلص بس القراءة الاولى. طيب. انت دي من ديني سكرينشوت فين الكمبرسيشن اللي كتبنا؟ اه. بصور يا جماعة ديني بس سنية واحدة هبقى معكم. نورتي يا توتو ناس بتسلم عليك يا توتو. توتو بس بقى لها كتير مش بتستعمل فيسبوك. فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي. بس انا متأكدة انها بتسلم عليكو كلكم. طيب البنوتة اللي كسبت. فين يا راشد بس? اهي. اوكي. اه سارة. تمنتاشر تمانية. ستة وتسعين. استعد يا سارة. يلا قرأتك حالا. اوكي. سارة. تمنتاشر تمانية. برج الاسد. حلو قوي. حنقرأ لها اقراء عطفية. سوعة تاشر خمسة. كويس قوي. التور. كويس قوي. ماشي. تعالوا نشوف سارة وشركها الاخبار. اه لو انت بتواصل معي يا راشد دلوقت لو عندها اي سؤال خلال القراءة اقولي. مرسي. ايا عشار. تانكيو. شايفت منك عملت كتير شايف. وان تليز ما حدش يزعل من حد. عشان خاطر ما حدش يزعل من حد. كل مرة بنختار بشكل عشوائي والله. نعطوه مفوش اي حركات يعني. طيب اسلام. هتلاقيه زي ما هو في التسجيل يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايب. هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش يرجع اسمعه تاني. لاني مش فكرة. ثانية واحدة. بسم الله طيب. اختنا سارة عايزة ايه? سارة اا يمكن الماديات عندها مش كويسة اوي. مع الشرك او حتى لوحدها. يعني هي عايزة اا الحالة المادية تتطور اكتر. او هيستحسة بالامان اكتر. اصل المادة دي بترمز ده حакти wavelength. المادة في شكلها المادة الطبيعي اللي هي الفلوس يعني. او الامان. انها الامان. فحيا بتنقصها دي. اما فلوس او امان. اا. حيرانه في حاجة. تاخدي قرار حفتين شبه بعض ومحتارة فيهم واجابة الحيرة بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي يعني ما فيهاش ما تتحسبش مش مرتاحة مع فضلة اوكي شايفة شريكك ازاي شايفة في صراع يعني انتي عايشة في صراع يا اما في ناس كتير حواليك وبتتدخل في العلاقة بتاعتك وتشيز حاجة انا ما بحبيهاش خلص يعني مفيش حد يحبها لو هي الموضوع كده وفيه زحمة عندك جوه طلعي ناسي من هاش نازمة وتبقي انتي هو بس عشان الدنيا تبقى تهتها شوي اما انتو علاقتكو فيها عقبات كتير كل ما تطلعهم من عاقبة تخشوا في عاقبة جديدة او انه هو نفسه خناء يعني انتو تخنقوا مع بعض كتير انا شايفة الطاقة بينكو فيها رضا يعني ايضر انتو الاثنين حاسين برضا او طرف واحد بس انا شايفة ان الطاقة مش وحشة حلوة جدا يعنية سعادة يعني الشريك عاية ايه لا الشليك بيتخانق شكرا الشريك الافتكر بيحاول ياما الداخل منافسة بينك وبينه اما انه هو بيحاول يسيطر اما ان هو من النوع اللي بيدفع عن نفسه مجرد الدفاع عن النفس فهم قصدي بتاع مشاكل يعني شكل وبتاع مشاكل بس نفسه ايه نفسه يقدم لك حاجة يعني على فكرة هو في الحقيقة بيحبك لا بيحبك ونفسه يبقى الفارس فارس احلامك ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزها شايفك ازاي شايفك شايفك شايلة هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك فوق ما انت ممكن تحتملي في حالة دلوقتي ما عرفش دلوقتي يمكن انتو في حالة امل العلاقة خدت بقى فيها امل اكتر او العلاقة فيها فرص اكتر انتو بتدو منديها فرصة او هو منديك فرصة فيه فرص بس بعدين في حالة طيبا حتندموا ان انتو ديتوا الفرصة دي حسوا بندم ياريتني مادة الفرصة دي ياريتني كنت عملت حاجتين بعدها شايفة موقف صعب او تدين او هتبتدي تقرب من ربنا اكتر او شخص فيكو يعني طار فيكو هتبتدي يقرب من ربنا فانا شفت سوصلة الاحداث كده انت عايزة امن اكتر او عايزة مستوى مادي احسن محتارة شايفة طاقة فيها عنف او فيها دوشة او مشاكل كتير هو بيحاول يكسب ارض يعني هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدملك حاجات كل الحاجات يتمنيها شايفك تعبانة وشايلة هم كبير والطاقة ما بينكم طاقة حب لا طاقة رضا هي رضا اكتر من حب بس فيها سعيدة فيها رضا في فرص هتدوها البعض الفترة دي بس واضح ان انتو هتندمو على الفرصة دي وبعدين موقف صعب دي قرية الشهر بصي هتقوليلي ده فراء انا مش شايفة فراء هي زعلة لو انت شايفة انو الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي وديني عندك ليها مشاكل من انتو مخطوبين لا وقفي الموضوع من دلوقتي يعني مش هقولك اكتر من كده لان لو هي بادية بمشاكل كبيرة بالشكل ده بعد الجواز هتكبر اكتر انا وقا وعدينك دي كانت القرية الخاصة كتنعنا النهاردة ويالله بابل اسئلة تفتح زي ما اتفقنا اسم عايز اتعرف لي صفر حاضر حاضر يمير ومن عناية اسحاب الكارت يا حبيبتي اسم عائزا مثل مش فاتو ايها الشيطان Group اشتركوا في القناة